من العدلة مثلا يقتضي ان احنا نقول ايه انبارح كانت في حالة من المتابعة يعني اللي هي تكاد تكون متابعة حماسية وحرة جدا لانقاذ الاطفال اللي كانوا في طيل تعارفين الاطفال دول اللي هم كانوا طالعين مع المدربين بتوعهم ودخلوا في كهف الكهف ده تقريبا طوله عشرة كيلو والامطار لما سقطت فالولادي تحبسوا وبقالهم كزايو عملية انقاذهم كويس ودي حاجة انسانية راقية على مستوى العالم يمكن ده ده هي انابيب الاكسوجين اللي كانوا بيدخلوها وده صور ده الكهف اهو مدخل الكهف صور الاطفال وهم جوه يعني جوه بعد ما عرفوا انه خلاص حد هينقذهم يعني ده الغطصين دخلين عشان ينقذوهم يعني قصة كبيرة انا اعتقد انه حضراتكم تابعتوها وهي قصة انه العالم كله مهتم بانقاذ الاطفال بتوع طيلة يعني شوفوا النافق اهو النافق ودول الناس دي لهم الغطصين عشان يوصلوا الاول كان عاوزين يوصلوهم انابيب الاكسوجين لانه الاكسوجين كان قليل يعني في عملية اعتقد انه العملية دي اهو يعني ده واحد احد الغطصين اهو هو داخل من النافق عشان ينقذ الاطفال تمام طيب حاجة حاجة انسانية راقية جدا حاجة بتقولك انه العالم ده مهتم لانه هم الولاد دول بقالهم كذا يوم وممكن نقولك فيه صعاب ومش هنقدر ندخل ويستعودوا ربنا في العيال لكن عالم ضمير ويقس